اكتشاف جديد قد يشكل نقطة تحول تاريخية في الطب البشرية مادة كيميائية جديدة اكتشفها علماء بريطانيون قد تساعد في علاج أمراض المخ مثل الألزهايمر والرعاش من خلال إجراء تجارب على فأر مصاب لمرض ألزهايمر تمكن باحثون من جامعة لستر باكتشاف عقار يمنع موت خلايا الدماغ بعد خمسة أسابيع لوحظ زوال أعراض فقدان الذاكرة والخلل في الحركات اللا إرادية لدى الفئران المصاب بالألزهايمر والرعاش يعتقد العلماء الآن بأنه بإمكانهم تطوير عقار يحمي الدماغ من الإصابة بدمور خلايا المخ إذا تمكننا من وقف دمور خلايا المخ نستطيع إقاف تدهور المرض لدى المصابين وإذا ما تمكننا من تشخيص المرض في مرحلة مبكرة قد نستطيع منع دمور معظم خلايا المخ وأهم في هذا الاكتشاف هو قدرتنا على إقاف موت خلايا المخ بالرغم من الإنجاز الذي لدققه فريق العلماء البريطانيين إلا أن الاكتشاف لا زال في خطوات مبكرة حيث يؤكد العلماء أنهم قد يحتاجون إلى عقد من الزمان للتمكن من إنتاج عقار يصلح للاستخدام البشري الاكتشاف وإن كان في مراحله الأولى يعيد الأمل إلى المجتمع البريطاني الذي يعاني حوالي 800 ألف شخص من سكانه من أمراض ذات علاقة بدمور خلايا المخ سامة حمدان بي بي سي مجتمع البشري مجتمع البشري اشتركوا في القناة